اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن حمى الضنك او حمى الضمك او دينجي فيفر واللي زاد الكلام عنها اليومين دول وزاد انتشارها في اماكن كتير من العالم وممكن تعمل اوبئة في بعض المناطق وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو بص يا سيدي حمى الضنك دي عبارة عن عدوى فيروسية يعني هو فيروس بينتقل للانسان عن طريق البعوض نوع كده من النموس اسمه ييدز جبتاي ومش بيتنقل من شخص للتاني عن طريق الاختلاط المباشر ولا عن طريق الرزاز ولا عن طريق الافرازات ولا اي حاجة خالص هو بينتقل عن طريق النموسة دي فقط والحمى دي منتشرة في اماكن كتير من العالم في المناطق الاستوائية او المدارية بنقول عليها tropical and subtropical regions زي اللي في الخريطة قدامك دي ومع الوقت بيزيد انتشارها يوم عن يوم نظرا طبعا للاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة والحمى دي مش بيسببها فيروس واحد هم اربع انواع يعني هم اربع انواع من نفس الفيروس ولو شخص اصاب بنوع من الانواع الاربعة بيبقى عنده مناعة يمكن طول العمر من هذا النوع وممكن يبقى عنده مناعة من الانواع التلاتة التانين لكن لفترة صغيرة ممكن لحد سنتين فالشخص اللي تصاب بنوع من أنواع الفيروس ده ممكن يصاب لاحقا بنوع تاني من الأنواع الأربعة وهنا بتبقى الخطورة أكتر شوية وفي الحالة دي بنقول عليها يعني العدوى مرة تانية وحمة دنك دي غالبا مرض بسيط غالبا مش بيسيب مشاكل وغالبا سيل في نمة الدزيز يعني غالبا بيخف الوحده ودي الصورة البسيطة والمنتشرة لكن في صورة قليلة أو نادرة شوية بتكون خطر شوية بنقول عليها كانوا زمان بيقول عليها يعني بيبقى فيها أعراض ناسفية المريض بينزف من أماكن كتير وممكن يدخل في صدمة وممكن يحصل له وفاة لقدر الله لكن زي ما قلتلك دي حالة نادرة شوية وهنتكلم عنها في نهاية الفيديو لكن دلوقتي خلينا نتكلم عن الصورة الشائعة والأكثر انتشارا اللي هي دنك فيفر العادية أو حمى الدنك العادية لما البعوضة المصابة تصيب الإنسان أو تلدغي الإنسان فالإنسان ده ممكن يشعر بالأعراض بعد 3 ل 14 يوم من اللدغة دي يعني دي فترة الحضانة والأعراض لما بتظهر بتستمر من يومين لسبعة أيام وغالبا بتمر بسلام بدون أي مضاعفات أو بدون أي مشاكل الأعراض دي بتبقى عبارة عن إيه بقى؟ المريض طبعا بيبقى عنده ارتفاع درجة حرارة ممكن تكون شديدة جدا توصل لـ 41 ممكن يبقى فيه صداع ممكن يبقى فيه ألم حول العين ريترو أوربتال بين كمان بيبقى عنده ألم في المفاصل وتكسير في العزام كمان شوية قيق شوية غبيان التهاب في الحلق أو احتقان في الحلق ممكن تغير حسة التزوق ممكن تضخم في العقد اللينفوية وممكن المريض يبقى في حالة إعياء كمان ممكن يظهر شوية طفح جلدي زي اللي قدامك في الصورة ده وكمان ممكن يبقى فيه إحمرار في الوجه أو فيشال فلاشنج وكمان ممكن يبقى فيه إحمرار في العين كمان ممكن بعض الأعراض النسفية البسيطة كده زي مثلا النسف البسيط من اللاسة او شوية نسف بسيط تحت الجلد اما النسف الشديد فده بيكون في الحالة الاشد اللي قلنا هنتكلم عنها بعد شوية واللي هي مش كتير اصلا لو جينا نتكلم عن التشخيص المريض ده هنشخصه ازاي في تحليل اسمه وده تحليل كويس جدا وبتشخص لنا المريض لكن لازم يكون بعد خمس ايام من بداية المرض معاه قبل الخمس ايام ممكن يطلع سلبي عشان كده لو هتشخص مريض جالك ولسه في اول خمس ايام فالاحسن طبعا ان احنا نعمله بي سي ار كمان طبعا فيه تحليل تانية بنتطلبها على حسب حالة المريض يعني مثلا صورة دم كاملة وظائف كبد قلبيومين تحليل السيولة كل الحاجات اللي هنتكلم عنها دي بتكون على حسب حالة المريض اللي جاي لك وزي ما قلتلك ان فيه اغلب الحالات مش بنحتاج حاجة والمريض بيعد بسلام فغالبا مش بنطلب تحليل تانية التحليل التانية دي غالبا بنطلبها في الصورة الاشد من المرض اللي هنتكلم عنها بعد شوق طيب علاج حمى الضنك ايه زي ما قلتلك الصورة المنتشرة والشائعة غالبا بتمر بسلام بدون اي مشاكل وفي الاساس ما فيش علاج يقتل الفيروس نفسه يعني كده كده العلاج تحفظي لغير العلاج بيشمل ان المريض بيستريح وبياخد سوائل بشكل كافي يشرب سوائل كتير وعصير كمان ياخد خوافة حرارة طبعا نديله باراستامول ممنوع الاسبرين وممنوع باقي المسكنات الاخرى افضل حاجة في الحالة دي هو البراستامول كمان لو فيه مثلا قيء او غثيان فممكن ندي حاجة للحاجات دي كمان لو فيه حالة جفاف ولا حاجة ممكن نعلق للمريض بتاعنا محليل وده كده علاج الحالة المنتشرة من حمى الضنك مش بنحتاج مضاد فيروسات مفيش اصلا لها مضاد فيروسات مش بنحتاج مضاد حيوي الا لو انت شاكك او شايف ان فيه عدوى بكتيريا تانية لكن كحمى ضنك مش بتحتاج حاجة طيب دلوقتي خلينا نتكلم عن الصورة الاعنف من المرض اللي بنقول عليها سيفير دينجي فيفر لكن هي قليلة الصورة دي غالبا بتيجي في الاطفال وغالبا بتيجي في طفل اصاب قبل كده بنوع من انواع الفيروس زي ما قلنا وبعد فترة حصل له اصابة بنوع تاني من انواع الفيروسات المسببة للحمى الضنك في البداية الطفل المصاب او المريض بيشعر بنفس الاعراض اللي تكلمنا عنها قبل كده اتفاع درجة حرارة صداع تكسير او الام في العظام و الام في المفاصل الحاجات اللي تكلمنا عنها قبل شوية لكن بعد خمس لسبع ايام يبدأ يظهر معاه اعراض نزفية زي مثلا النزيف من الانف زي مثلا دم في البول النزيف من الجهاز بولي زي النزيف من الجهاز الهضمي ممكن يبقى عنده ميلينا البرازي بقى فيه دم اسود او ممكن يحصل له نزف الشديد تحت الجلد او ممكن يحصل في بعض الحالات نزيف في المخ وطبعا الحالات النزفية الشديدة بتكون مهددة للحياة كمان في الصورة دي من المرض بيحصل حاجة اسمها بلازما ليكج يعني بيحصل تسريب للسوائل اللي موجودة في الدم خارج الاوعية الدموية فممكن يحصل بلورال افيوجن او ارتشاح رئوي ممكن يحصل بريكاردال افيوجن ارتشاح سوائل على القلب وممكن يحصل استسقاء أسايتس وفي الحالات الشديدة جدا او التي لم تعالج ممكن المريض يبدأ يدخل في صدمة ضغطه يوطى والبرفيوجن بتاعه يقل والجلد بتاعه يبقى بارد ويبقى معاه سرعة في ضربات القلب ويبقى معاه آلام في البطن والقي يزيد وممكن يحصل اضطراب في الوعي وممكن يحصل الوفاة والمرحلة دي من المرض اللي دخل في صدمة بنقول عليها دينجي شوك سندروم طيب المريض اللي عنده سيفير دينجي فيفر الحالة الاخطر او الحالة الاشد من حمى الدنك ده بنعمله فحصات ايه ده بنعمله صور الدم كاملة سي بي سي بنلاقي فيه سرومبوسيتوبينيا الصفايح الدموية قليلة وممكن في حالات شديدة دقل جدا جدا وطبعا ده ممكن يسبب النصف كمان بنلاقي الليكوبينيا كرات الدم البيضة قليلة لينفوبينيا كرات الدم اللينفوية قليلة كمان الهيماتوكرييت ممكن نلاقيه مرتفع وده يقولك ان فيه يعني الدم المركز بسبب فقدان السوائل خارج الاوعية الدموية كمان الالبيومين ممكن نلاقيه قليل وظائف الكبد ALT وAST بنلاقيهم عليين بنعمل ABG او غازات في الدم الشورياني ممكن نلاقي متابوليك اسيدوزيز وطبعا كل ما كانت الحالة جديدة كل ما كان الاسيدوزيز ده شديد او حمضية الدم دي جديدة بنعمل تحليل بول ممكن يورينا الهيماتوريا او وجود الدم ده في البول ممكن نعمل شست اكس راي او اشعة عادية على الصدر لو شكنا ان فيه بلورال افيوجن وممكن نحتاج ايكو او اشعة تليفزيونية على القلب لو شكنا ان فيه بريكارديا افيوجن او ارتشاح سوائل على القلب كمان طبعا ممكن نحتاج سيتي برين او اشعة مقطعية على المخ لو انت شاكك ان فيه نزيف في المخ كمان الاشعة تليفزيونية على البطن والحوط عشان نشوف لو فيه اسايتس استسقاء في البطن عشان نشوف الهبات وميجاني تدخم الكبد ممكن يكون موجود كمان ممكن نلاقي جدار المرارة ممكن ان السمك بتاعه يكون زيادة وتكون دي احد علامات زيادة الفاسكولات برميابلتي كمان طبعا تحليل السيولة بي تي و بي تي تي ممكن يكونوا عالين الدي دايمر ممكن نلاقيه عالي خصوصا لو كان فيه دي اي سي مثلا والفبرونجان ممكن نلاقيه قليل طبعا مش طرط كل التحليل دي تطلع بيزة في كل المرضى كل مريضة على حسب حالته ايه بالزبط وبالنسبة لعلاج الصورة الشديدة من المرض من حمى الدنك اللي بنقول عليها سيفير دينجي فيفر فالمريض ده طبعا لازم يتحجز عناية مركزة ونركب له ايفي لاين ونركب له اسطرة بولية عشان نشوف كمية البول اللي بتخرج ووجود الدم في البول والحاجات التانية دي كمان طبعا المريض بتاعنا لازم بيحتاج محليل مثلا رينجر لاكتيت ممكن نديه بالجرعة دي ولو ما استجبش لكذا جرعة من جرعة الرينجر لاكتيت في الحالة دي ممكن ندي بلازما اكسباندر حاجة مثلا زي القلبيومين بالجرعة اللي قدامك دي او حاجة مثلا زي هيتا ستارش وطبعا المريض بتاعنا لو نزف كميات كبيرة فممكن يحتاج نقل دم وكمان عشان نعالج سبب النزف نفسه فممكن نحتاج فريش فروزن بلازما او ان المريض ينقل بلازما يعني ونخلي بالنا ان المريض بتاعنا لما حالته تبدأ تستقر مش بنحتاج محالين لفترات طويلة اخرنا 24 او 48 ساعة بس لانه لما بيبدأ يستقر بيبدأ السوائل اللي خارج الاوعية الدموية تدخل تاني داخل الاوعية الدموية فممكن يدخل في فوليوم اوفرلود فنخلي بالنا من النقطة دي وما نديش محاليل كتير بعد استقرار الحالة وزي ما احنا شايفين حتى في الصورة الشديدة من حمى دانك او سيفير دينكي فيفر مفيش علاج معين عشان يقتل الفيروس والادوية كلها او العلاجات كلها علاج تحفظي فقط طيب هل في لقاح متاح لحمى الدنك الاجابة المختصرة مفيش مفيش لقاح دلوقتي فعال ضد حمى الدنك صحيح في بعض الدراسات على بعض اللقاحات شغالة وفيه النوع كده من اللقاحات صرح به للاطفال من سن 9-16 سنة بشرط انه يكون الطفل ده اصيب قبل كده بنوع من انواع الفيروس واحنا خايفين من اصابته بنوع اخر من الفيروسات الاربعة مرة تانية يعني لازم نكون متأكدين ان الطفل اصيب لازم نكون عملنا له اختبار وطلع فيه الاصابة فعليا وخايفين من تعرضه للاصابة بنوع اخر من الفيروسات الاربعة لان دي ممكن تكون اخطر شوية عليه لكن الخلاصة مفيش لقاح فعال ومتاح حاليا لحمى الدنك طيب كيفية الوقاية من حمى الدنك ازاي نحمي نفسنا الحماية بتكون عن طريق التحكم في النموس او في البعوض ده ان احنا نمنع البعوض او النموس ونمنع تجمع المياه الراكدة البعوض ده بينتشر على المياه العزبة الراكدة زي مثلا اصرية زرع موجود فيها مياه او مثلا خزانات المياه المكشوفة او جرد المياه مثلا في الحمام او جرد المياه على السطوح او مياه حتى بتنقط من التكيف او مياه من المطر المتجمعه في اي حاجة زي اطارات السيارات مثلا او حتى ازازة مكسورة اي متجمع مياه عزبة بتكون بيئة خزبة للنموس ده او البعوض ده ان يضع بيضو فيه فاحنا لازم نقضي على اماكن تجمعات المياه العزبة الراكدة واي مياه مخزنة لازم نغطيها كمان طبعا نركب سلك للشبابيك يمنع دخول النموس ونستخدم النموسية ونستخدم الكريمات او الاسبري اللي ممكن يطرد النموس وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لخضرتكم